أهلا بكم من جديد أطلقت منظمة شباب تونس مبادرة إنسانية لصنع 100 ألف كمامة موجهة لرجال الأمن المبادرة استقطبت متطوعات وشبانا من مختلف الاختصاصات لتوفير أكبر عدد ممكن من الكمامات الواقية من فيروس كورونا وتسعى السلطات التونسية إلى تصنيع 30 مليون كمامة عن طريق فتح مجال تصنيعها للحرفيين والعملين في قطاع النسيج والحياكة من جهة والمبادرات المدنية والتضامنية من جهة أخرى وفرض أليات وشروط إجرائية وقانونية لصناعة الكمامات وفق ضوابط صحية وفنية محددة من واقع مهنته في قطاع الأمن يطلق أيمن مبادرة مدنية لتصنيع 100 ألف كمامة موجهة لرجال الأمن الذين يجدون أنفسهم عرضة لأخطار العدوى بفيروس كورونا أثناء أعمالهم 100 ألف كمامة قبنا بتخصيص برنامج لتوزيحها في تونس الكبرى حيث أن تونس الكبرى اليوم تعتبر منطقة وباء اليوم نحن في حاجة إلى دعم في حاجة إلى وقفة من نساء تونس مبادرة انخرطت فيها خلود وهي مصممة وزياء فتحت ورشتها لمتطوعات مختصات في حياكة النسيج مد تضامني مدني يسعى إلى توفير أكبر قدر من الإمكانات للعاملين في قطاعات تواجه فيروس كورونا يومياً نحن نعيش في حالة ليس لنشاركوا في جينيس أو لنخرجوا أكبر كمامة طبية لنحتفلوا بها على خاطر لنقرموا بها الإتار الطبي والشبه الطبي وزارة الصحة التونسية دعت إلى ضرورة التقييد بالذوابة الصحية والفنية في صناعة الكمامات بعد أن منحت بشأنها ترخيصاً لمصنعي النسيج والحرفيين غير أن احتكار المواد الأولية ومراقبة تصنيع هذه الكمامات يطرح العديد من الإشكالات الإجرائية تم الإشكال اطرح منذ قرابة أسبوع حول الصفقة هذه 30 مليون كيفية ضبط مواصفات كرة الشروط هل أنها على المقاس أم لا مدى وجود تضارب مصالح في علاقة باللجنة التي أشرفت على ضبط كرة الشروط وتحتاج تونس إلى نحو 30 مليون كمامة حسب وزارة الصناعة عملية تطرح وثق متابعين تحديات كبيرة على المصنعين والدولة على حد سواء لمنع انتشار فيروس كورونا من جهة وعودة تدريجية مرتقبة للدورة الاقتصادية في البلاد من جهة أخرى وتسعى السلطات التونسية إلى أحكام مجال صناعة الكمامات وضبط قنوات توزيعها في السوق دون أن تحدى من نشاط المد التضامني المدني الذي يدعم جهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا جلال موانع الحرة تونس